من عدن جنوبي اليمن إياد الموسمي ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة إياد ماذا في تفاصيل هذا النبأ وكيف يمكن النظر إلى موجة التصعيد الحاصلة في البحر الأحمر هل يمكن أن تزيد من حدتها أم لعلها ستسهم في تقليل معدل التوتر الجاري هناك أحمد في الحقيقة توترات قائمة في البحر الأحمر وجماعة الحوثين تعلن تهديداتها بشكل مستمر بأنها ستقوم بضر كل القطع الحربية المتواجدة في البحر الأحمر وفليج عدن لكن كل هذه العملية التي تقوم بها سواء من خلال إطلاقها أمس الأول لصاروخين باتجاه السفينة إياد أنا أسمع باتجاه السفينة الأمريكية يؤس إس لابون أو باتجاه المدمرة أو الفرقاطة اليونانية التي تحدثت عنها في خبره كل هذه العملية التي تقوم بها جماعة الحوثي هي عمليات غير ناجحة تقوم هذه القطع الحربية الدولية بإسقاطها في الحال ولم تؤثر بشكل مباشر على هذه القطع كل المخاطر أو كل الأثر التي تترتب على هجمات الجماعة هو ما تعرض له السفن التجارية وما أثرت على خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر الجماعة تقوم برفع شعارة الحرب لأمريكا والمزايدة باسم هذه العمليات لكن في الحقيقة هي من عملت وقامت باستدعاء هذه القوات الدولية المتواجدة في البحر الأحمر كثيرا من المراقبين السياسيين والعسكريين يعتقدون بأن ما تقوم به الجماعة هو يندرج ضمن خطة غربية أو الاستفادة من الاعتراف بشرعانتهم مقابل تواجد هذه القوات الدولية وسيطرتها على البحار العربية والدول التي لها علاقة والدول التي مشاطئة وتأثرت بشكل كبير من هذه العمليات هي الدول العربية ولم يكن هناك تأثير على أي دول أخرى في الحقيقة الجماعة قامت خلال اليومين الماضيين بعمليات مهاجمة ربما تكون هي الأولى باتجاه هذه القطاع العسكرية الأمريكية والدولية لكن بحسب المعلومات تم إسقاطها بالحال وأيضا تعرضت مواقعها العسكرية لضربات قوية ومحكمة بحسب ما لدينا من تفاصيل أن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المملكة المتحدة نفذت بعض القارات الوقائية تجاه منصات إطلاق صواريخ الجماعة وأيضا إسقاطت الطائرات المسيرة التي كانت تعترض القطع الحربية العسكرية أيضا كان هناك معلومات أو بيان لوزارة الدفاع الإيطالية تحدثت عن إسقاط مسيرتين غير مأهولتين في منطقة البحر الأحمر بمعنى كان هناك خلال ثلاثة الأيام الماضية تطور أو تصاعد لهجمات الجماعة باتجاه القطع العسكري ربما هو تجربة لاختبار قدراتها أمام هذه الآليات الموجودة في البحر الأحمر وبالتالي فشلت بشكل مباشر نحن الآن في إطار هل الجماعة ستكف عن إطلاق عمليات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه البحر الأحمر أم لا يد الموسمي مرسلنا على الهواء مباشرة من عدن أشكرك شكرا جزيلا